مرحباً أنا فاتح محمد كوتشهان أنا طالباً في السنة الرابعة في قسم علم الاجتماع في جامعة النجم الدين إربكان حيث قسم علم الاجتماع هو فرع من فروع العلم الذي يدرس العلاقة بين الناس والمجتمع عندما ننظر إلى الحياة الاجتماعية فإن حياتنا الاجتماعية هي في الواقع لغز وعلم الاجتماع هو علم يسعى إلى حل هذا اللغز ويفحص تغيير المجتمع في العملية التاريخية بشكل عام الدروس المقدمة في السنة الأولى هي دروس مثل المقدمة في علم النفس والمقدمة في الفلسفة في العمليات التالية نكمل عمليتنا بدروس ميدانية ونظرية في الصفوف الثاني والثالث والرابع حيث لا يوجد برنامج تدريب إلزامي لقسمنا لكن نستفيد برنامج التدريب الوطني للرئاسة وبعد التخرج يمكننا العمل في كل من قطاعين الخاص والعام سأعطيكم مثالا يمكننا العمل كموارد بشرية أو علماء اجتماع في الشركات الخاصة وفي الشركات الحكومية يمكننا العمل كعلماء اجتماع في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية لقد اخترت هذا القسم لأنني أردت أن نصلح عالم اجتماع كثيرا ولأنني ليس لدي الكثير لأفعله بالعلوم أو بمجالات مثل الهندسة والطب قبل أن أكتب اختياري كنت على دراية بالقسم لذلك قمت بكتابتي بوعيا أثناء كتابتي لقسم علم الاجتماع ولهذا السبب اخترت هذا القسم ونراض وأثناء اختيار جامعتي كان أول ما نظرت إليه هو أعضاء هيئة التدريس فأعضاء هيئة التدريس هي عامل مهم للغاية عند اختيار القسم وهنا لدينا مدرسون حبهم وقد قرأت كتبهم ومقالاتهم من قبل تقوم كل من الأنديات الطلابية والمجتمعات الطلابية بأنشطة مختلفة مع الطلابي بالإضافة إلى ذلك مكتبتنا مفتوحة دائما وليس فقط خلال فترات الامتحانات حيث تفكر جامعتنا دائما في طلابها وهدفي بعد التخرج هو الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بعد تبادل الأفكار مع أسادزتي أصبحت هذه الفكرة أقوى وأنا الآن في الصف الأخير وهدفي التالي هو البقاء في الأكاديمية حيث نصيحتي للمرشحين الذين يفضلون جامعتي وقسمي هي البحث عن أعضاء هيئة التدريس جيدا لأن الأكاديميين مهمون للغاية في قسمنا والعلاقة بيننا وبين المعلمين الذين نتدرب معهم تشبه علاقة المعلم بالمتدرب لذلك فهو عامل مهم للغاية وفي هذا الصياق أصي بجامعة نجم الدين إيرباكان جامعة نجم الدين إيرباكان مستقبلك شكرا